دمعالي وزير الإسرائيلي لبد السادة الوزراء سامح شكري وزير الخارجية المصرية السيد ولي العهد الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف بن راشد زياني والوزير المغربي ناصر بوريتا وفي تلك المدينة الممتلئة هي قلب المدن الإسرائيلية نحن نرفض جميع ستة وسائل الإرهاب والعنف وفي كل الوسائل لدينا هدف واحد هو عدم قتل الناس الأبرياء وسفك الدماء البريئة وكل التعازي الحارة لكل الأسر الذين فقدوا زويهم في تلك العمليات الإرهابية وماذا أعلنته حماس في ذلك الأمر ونحن مكتمعون في تلك القمة هنا اليوم أن ليس هناك أي شيء سوف يرعبنا أو يخيفنا بيننا نحن ونحن لن نسمح لهم وليس لدينا أي وسائل لمكافأة الإرهاب على ما يعملونه من جرائم إجرامية ولن نتحن جانبا من أجلهم نعم سوف نكمل بغرض السلام ولن نستسلم وفي الليلة السابقة اجتمع كل الوزراء وآدانوا بصوت عال مرتفع ضد الإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين وتأمين مهم بفعل في والدهم ديفيد بنغوريون الذي استقال هنا وتقاعد هنا ودفن هنا في مدينة النقب وقام ببناء هندسي جميل من أجل رسالته لسلام العالم ونحن نبني قدرات مع جميع وزراء خارجيات العالم من أجل السلام وليس لدينا أي مخاوف أو تردد ولا لدينا القوة الكاملة نحن نكون هنا في مدينة النقب بعد توقيع عدة عقود ونريد تفعيل بنية السلام الذي أقامها الرئيس السادسي ونحن نريد الأمن والأمان لجميع العائلات في العالم من أجل السلام ونحن هنا منهاج لهذا السبب ونحن نقف هنا في هذا المكان في تلك الصحراء من إسرائيل نريد الازدهار والتقدم نريد بناء المدارس والمستشفيات والمعالم السياحية وتلك القمة هي الأول مرة من نوعها وفريدة من نوعها ولن تكون الأخيرة ونحن معنا أصدقاؤنا معالي وزير الخارجي الأمريكي وهذا السلام يرتبط أيضا مع الإسرائيليين والفلسطينيين يدا إلى يد وجنبا إلى جنب من أجل التقدم والنجاح شكرا لكم شكرا لك معالي الوزير لبيد المترجم للإسرائيل